وعندنا حاجة تانية زي ما حضرتك قلت ان عمر السولية فيه إصابة والمفروض ان هو هيرجع وقريبا بقوة 60% من قوته فهل هو هياخد القرار كيروش ان هو ينزله الملعب وهو مش بيكمل طاقته ده كمان عامل من العامل المهم جدا ان انت رايه عمر السولية غير جاهز طبيا وغير جاهز بدنيا حتى لو بعد المباراة الاولى اصبح جاهز فعلى ما يتمرس ويدخل في المباريات هيحتاج بعض الوقت فبالتالي ده كان يبقى دافع اكبر انك يكون محمد مجد افشا موجود لكن انا اعتقد ان فيه شيء اكبر منه فني ايه هو يعني ما عنديش معلومة كاملة لكن انا بشوف ان فيه حاجة تانية هو لغة التفاعل بين الاتنين التعامل بين الاتنين هل مجد افشا لما طلع بعد المباراة المربع الزهبي بكتر قال ان في بعض اللاعبين منفذوش تعليمات المدرب في تجديد رقلات الجزاء ده اغضبه هو حد اوي 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 في تعامله وفيه ردود فعله مع الناس اللي بتخرج عن النص بعض الشيء فربما يكون سبب من الاسباب دي لكن انا غير مجتنع بالمرة ان خروج افشا سبب فني بي